يهدد رئيس الفرنسي منويل ماكرون بسحب قوات بلاده من مالي موقف متقدم في معارضة أحدث انقلاب يشهده البلد الإفريقي المضطرب ماكرون قال إن بلاده لن تتردد في الانسحاب في حال سارت مالي نحو التطرف وأضف أنه مرر رسالة لقادة دول غرب إفريقيا مفادها أنه لن يقف إلى جانب بلد بات يفتقد لسلطة شرعية وديمقراطية يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الجديدة في مالي مغادرة الكولونيل أسيمي كويتا إلى غانا للمشاركة في القمة الاستثنائية التي تعقدها المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا لمناقشة الوضع في مالي مجموعة إكواس أعلنت أنها دعت كويتا إلى أكرا لإجراء مشاورات ضمن القمة المخصصة حصرا لمناقشة الوضع في هذا البلد تطور لافت يأتي بعد أن أضفت المحكمة الدستورية في مالي صبغة شرعية على الانقلاب الذي قاده كويتا فأعلنته في وقت متأخر من يوم الجمعة رئيسا للمرحلة الانتقالية وهو ما يقلص كثيرا من خيارات المجتمع الدولي ولسيم الدول الغربية التي تعارض حتى الآن الانقلاب الذي قاده كويتا الرجل الذي أطاح وشارك بالإطاحة برئيسين في غضون تسعة أشهر داخليا تشهد العاصمة المالية باماكو تظاهرات محدودة تدعم الانقلاب والجيش وتطالب بخروج القوات الفرنسية واستبدالها بأخرى من روسيا يشار إلى أن فرنسا تشارك بقوات لها في مقاتلة مجموعات متطرفة في مالي منذ العام 2013 كان الكولونيل أسيمي كويتا قد أطاح الثلاثاء الماضي بالرئيس باه أنداو ورئيس الوزراء مختر أوان الذين استقالا فيما بعد مقابل الإفراج عنهما وكان الرجل نفسه شارك في انقلاب آخر مع أنداو في أغسطس الماضي ليزيح الرئيس السابق بوبا كيركيتا شكرا